فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عابده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلاً ومرحباً بحضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي تريد إلينا عبر صفحة القناة ابنتنا السائلة تقول أنا تعرضت لكثير من الظلم والقهر من شخص أفسد علي حياتي وأصبح الحزن يخيم على قلبي فهل يجوز أن أتمنى الموت لنفسي بسبب هذا الشعور بالقهر والظلم وضعف الحيلة في الانتقال أقول لابنتنا السائلة يا بنيتي لو أنك استعنت بالله عز وجل وأكسرت من ذكره تبارك وتعالى لأذهب الله عز وجل عنك الهم والحزن ولرفع الله عز وجل عنك الظلم والقهر والطغيان قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إيه النتيجة؟ قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وربنا عز وجل في كتابه يا بنيتي يقول أنا بذكر الله أطمئن القلوب فإن تستعين بالله عز وجل وأكسري من الحوقالة لا حول ولا قوة إلا بالله وأكسري من حسب الله ونعم الوكيل وقرأ وردك في كتاب الله عز وجل وحافظ على أذكارك الراتبة وغير الراتبة وأدي فرائض ربك من الصلوات ومن الصيام حافظ على حجابك الشرعي وأكسري من الدعاء واللهج به بين يدي الله تبارك وتعالى لكن لا تتمنى الموت لهذا الضر الذي أصابك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان ولابد فاعل فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول يوجد لدي إفرازات بنية مدممة وأنا صائما فهل هذا يبطل الصوم مع العلم أنه صيام الستة من شوال ومع العلم أن هذه الإفرازات عادة ما تنزل عندي قبل الحيض بيوم أو يومين أو بعده بيوم أو يومين والحيض يكون بينهما وهل هذه توجب الغسلة منها وهل أصلي في هذين اليومين أم لا شوف يا بنت انت عادتك ولله الحمد واضح أنها منضبطة في توقيتها طبعا والحيض هو جريان الدم هو نزول الدم أما ما يكون قبله من إفرازات كما تقول بلنية أو غير بلنية أو ما بعد الحيض مما يكون أيضا هناك من إفرازات بلنية أو غير بلنية ما قبله ليس من الحيض وما بعده ليس من الحيض قالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها كنا لا نعد الحمرة ولا القدرة ولا الصفرة في غير وقت الحيض شيئا يعني لا يعتدون بها ولا يعتبرونها حيضا ولا يعتبرونها مانعا للمرأة من الصلوات أو من الصيام كل ما في الأمر أنك تحسنين الاستنجاء جيدا إذا أردت الصلاة ثم تتوضئين لكل صلاة مكتوبة كما تفعل المرأة المستحادة وصيامك في هذين اليومين سواء كان صيام فرد كالقضاء أو في رمضان أو كان صيام نفل كالستة من شوال إن شاء الله عز وجل صيام صحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وهذه أختنا الثالثة تقول أنا من عادتي أن أضع شيئا من الماء على شباك البيت علشان الطيور تشرب منه صدق على روح والدي فمعظم الوقت لا يأتي إلا الغربان هي التي تشرب منها فزوجي وجارنا قالوا ما ينفعش أن تضع الماء للغربان لأنه يجوز قتلها فهل قولهم صحيح أم فعلي أنا صحيح فعلك صحيح يا بنيت لأن الغربان هي من الطير من خلق الله عز وجل وهذا الغراب وإن جاز قتله لكنه من الخلق الذين يسبحون الله عز وجل ويذكرون له وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم فهذا لا يمنع أن الغراب من ذوات الكبد الرطبة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن تضع الماء كما تضعين إلا أن يكون طبعا هناك ضرر من هذه الغربان سواء ضرر عندكم أو ضرر عند الجيران إنما ما لم يكن منهم ضرر فضع الماء كما تضعين فلعله أن يشرب منه طائر غراب أو غيره والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي كل كبد رطبة أجر والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فنسأل الله عز وجل لنا ولكي القبول والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابننا السائل يقول والعياذ بالله يقول أنا سبيت الله وسبيت الرسول وسبيت الدين والعياذ بالله فهل لي من توبة نعوذ بالله من البهتان ونعوذ بالله من الخزلان فسب الله عز وجل أو سب دينه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب كتابه أو إهانة كتابه المصحف الشريف كل ذلك من المكفرات والعياذ بالله لكن مع ذلك أليس له توبة بلى له توبة لأن الله عز وجل جعل للقفار توبة وجعل للمشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لكن عليك أن تعجل وأن تبادر فورا بالتوبة إلى الله عز وجل بالندم على ما فعلت وكثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل الله ميزانك ويقبل توبتك وأن تعزم عزما أكيدا على عدم العود لهذه المكفرات مرة أخرى وليكن هذا على سبيل الفور وعلى سبيل السرعة لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حاضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ون الذين موتون وهم كفار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها تعجل أيها الإبن بالتوبة إلى الله عز وجل ولتكن توبتك توبة النصوح متكاملة في شروطها وأركانها وأن تعيش حياة التوبة حياة الندم الدائم والخوف الدائم من حساب الله عز وجل والمدومة على العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنك ما وقعت فيه ونسأل الله لنا ولك التوبة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول أنا أتناول حبوب منومة بسبب مرض نفسي ولا أستيقظ على صلاة الصبح بل أحيانا أنام قبل صلاة العشاء وضميري يؤنبني ما الحل أولا نسأل الله عز وجل لابنتنا الشفاء والعافية إنه ولي ذلك والقادر علي ثانيا يا بنيتي كثير من الأطباء إن لم يكن جميعهم يرتبون مواعيد العلاج والأدوية في مثل هذه الحالات على توقيت معينة لا تجعل المريض يفقد شيئا من ضروراته بمعنى هذه الحبوب عادة في الأصل ليست منومة لكن للأسف الشديد شاع تصورنا عنها تصور المرضى والأهل المحيطين أنها أدوية ملومة هي أدوية مهدئة للجهاز العصبي مصبتة نسبيا للجهاز العصبي تحدث حالة استرخاء بديلة للمريض بدل حالة الهياج العصبي والأرق وما شابه ذلك فانت رتب الموعي إذا كان الأدوية تخديها تنامي بعد ساعة إذن خديها عند وقت العشاء عشان تصلي العشاء براحتك وبعدين عبالي الساعة مدفوط وييجي النوم تكون صليت العشاء مثلا وهكذا نظمي مواعيد الأدوية حتى تتناسب مع أوقات الصلاة ارجعي للطبيبة المعالجة وعرفيها المشكلة أنا باخد الأدوية بنام عن العشاء وبنام عن الفجر يعني بيتنامني ساعات طويلة جدا ممكن الطبيبة تغير نوعية العلاج أو نوعية المادة الفعالة ممكن تغير الجرعة نفسها بدل ما بناخد أرس ناخد نص أرس ناخد ثلاثة أربع أرس كما هو المعتاد في أدوية الحالات النفسية والعصبية والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد أرس 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 والوجه والمفاتن العليا للمرأة على مواقع التواصل فهل هذا يجوز؟ والله يا بنتي إذا فعلت ما ذكرت ماشي يعني لو كانت هذه الجلبابات جلبابات ليست في ذاتها فاتنة مسيرة مغرية كما يقولون وحتصوري اللابسات لها من غير الجزء العلوي للبدن المفاتن العليا والوجه ماشي لكن ليه ما تستخدميش المانكات المجسمات المعتادة التي ليس فيها وجه برضو حتى لا تكون أشبه بالتماثيل ويكون هذا إغناءا لكي أن تصوري النساء أنفسهن أو الفتيات أنفسهن لأنه بعد شوية اللي بيحصل أنه البنت اللي بتصوريها الأنسة اللي بتصوريها وهي لبسة الجلباب حتى تستعيد عن حكاية الوجه والجزء العلو ده بوقف يمين بوقف الشمال بميول بميوعة بأشياء أنت تعرفينها كعارضات الأزياء المعروفات فحتى تأثر بعد شوية بمثل هذه الحالات فأنت ليه تفتح على نفسك هذا الباب من الشر وليه تفتح على السيدات وعلى الأنسات هذا الباب من أبواب الشر وعندنا العوض أو التعويض الذي ليست فيه هذه المفاسد ولا هذه المشاكل هذا يكون أفضل وأبرأ لذمتك بالفعل وأحوط لدينك عند الله عز وجل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول هل يجو صيام الست من شوال من ثالث أيام العيد الله يشوف يا أخي الحبيب الأصل الجواز لأن عيد الفطر يوم واحد غير عيد الأطحى عيد الأطحى يوم وبعده كمان ثلاثة أيام اللي هي أيام التشريق قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي أيام عيد أيام ذكر لله عز وجل وأيام أكل وشرب وتبعل وإلى آخره وسيدة عائشة ذكرت هذا أيضا رضي الله عنها وأرضاه أما الوضع مختلف في يوم الفطر فعيد الفطري هو يوم واحد ألا وهو يوم الفطري لكن هناك بعض أهل العلم لم يستحبوا أنه يبدأ صيام الست من شوال عقب العيد مباشرة يعني من ثاني يوم أو ثالث يوم يعني قياسا على أيام الأضحى قياسا على وضع الأضحى إنه يوم وثلاثة أيام من بعده عشان كده بعض أهل العلم يقولون هذا لا يستحب إنما يعني ادن نفس فرصة في التوسع على نفسي وعلى بيته وعلى بيته وعلى أهلي في الأكل والشرب والتروح والتنزه وما شابه ذلك وصيام ممدود في بقية شهر شوال هذا يذكره بالفعل بعض من أهل العلم خاصة بعض الفقهاء المعاصرين لكن ليس عندنا حجة ولا سند ولا دليل من السنة النبوية قولية كانت أو عملية يستحب هذا أو فضلا عن أن يجبه فلو أنك أخرت صيام الست يكون هذا أفضل خروجا من خلاف العلماء ولو أنك بكرت به من باب وسارع يعني المصارع والمبادرة بهذا الخير وهو صيام الست حتى لا تكسل عنها في أبعاد شهر شوال فإن هذا أيضا من الخير والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام عندنا فاصل قصير إن شاء الله عز وجل سنعود بعده فانتظرونا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضرتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا يسأل يقول من عشر سنين شتمت زوجة أخي كثيرا بالتصريح والتلميح هل من حقها أن تبقى كل شوي تشتم حتى الآن حتى تستخلص حقها؟ أقول للأخ السائل غفر الله لنا ولك أنت أخطأت وهي أيضا أخطأت فإنما السب والشتم ليس من خلق المسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء وقال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله وأنت أخي الكريم تعلم حديث المفلس وهو من الأحاديث الزاجرة جدا جدا للعبد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما للصحابة رضي الله عنهم أجمعين أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا ذرهم له ولا متاع المفلس اللي ما معه واش فلوس؟ فقال لا إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة جميل بل إيه المشكلة عنده؟ قال ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا يا ستير إيه لها يحصل؟ قال يوم القيامة فيعطى هذا من حسناته أصحاب الحقوق وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته وما كفتش يعني أخذ من سيئاتهم من سيئات أصحاب الحقوق فوضعت عليه ثم رمي به في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالحديث مرحب أنت ممكن صلواتك وصدقاتك وزكاواتك وحجك وعمرتك يتبدد أجرهم يوم القيامة بسبب شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وأصحاب الحقوق سيستوفون حقوقهم كاملة بين يد الله عز وجل فلي تضيع أجورك وحسناتك عند الله عز وجل وأعمالك ونحن نعلم قصة المرأة التي ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في صحيح مسلم أنهم ذكروا له امرأة فلان ملها قالوا إنها امرأة مصلية لكنها تسيء إلى جيرانها بلسانها يعني سبابة شتامة مغتابة نمامة شغالة باللسان فيما يفسد وفيما هو حرام قال لا خير فيها رغم أن هي أصوام قوامة تصوم النهر وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي في النار في النار ليه؟ لأن أجور حسنتها تتبدد أمام حقوق أصحاب الحقوق يوم القيامة فتفنى حسناتها وربما يطرح من سيئات أصحاب الحقوق عليها فتكون هذه السيئات سبب في دخولها النار والعياذ بالله فاتق الله أخي الكريم واتق الله أيتها المرأة أيضا لا تأخذ حقك بلسانك فإنما استويت أنت وهو في الخطيئة وفي الحرام وتوب إلى الله عز وجل جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا سأل يقول أنا قررت الصيام قبل أذان الفجر بدقائق هل هذا يجوز؟ أم نابد من تبييت النية لكونها شرط في صحة الصيام يا أيها الأخ الكريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا كونك نويت الصوم ده طبعا في الصيام الفريدة واجب وفي الصيام النافرة مستحب كونك تنوي الصيام قبل الفجر بلحظة واحدة لقد أجزأتك نيتك وليس المقصود التبييت يعني أنك تكون ناوي الصيام من أول البيات يعني من أول الليل لا هذا ليس مقصودا إنما ورد تفسير تبييت النية في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له قبل الفجر إن شاء الله قبل الفجر بلحظة واحدة فكونك ولله الحمد نويت الصيام قبل الفجر قبل أذان الفجر بدقائق فقد أجزأت كنيتك وصيامك صحيح إن شاء الله عز وجل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وهذا أخ سائل يقول لدي على الشفاه قشرة وجفاف وحالا لا أخذ بالي ودون قصد ودون وعي أجد طعم دم في فمي وهو فعلا يتبين أنه دم من الشفتين فهل أعتبر في هذه الحالة فاطر لو كنت أبلع هذا الدم أولا كلمة فاطر ليست صحيحة إن الفاطر هو الخالق سبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأن فاطر يعني خالق إنما نقول مفطر مفطر أو صائم المفطر اللي هو تناول إفطاراً أو شيئاً من المفطرات فده ابتداءاً لكن أقول للأخ إذا كان ما يتسرب إلى جوفك من الدم بغير إرادة منك بغير قصد منك فإن هذا لا يؤثر على الصوم ولا يفسده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فربما تسرب على سبيل الخطأ أو ربما تسرب على سبيل الإكرار يعني عصب عنك كما يقولون قال عليه الصلاة والسلام رفع حبيث عبدالله بن عباس رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه اللي هو وقع منك أو مني من غير إرادة ولا قصد فإن شاء الله هذا لا يؤثر على صيامك أما إذا استشعرته فالواجب عليك أن تمجه يعني أن تخرجه ويقره جدا أن تبتلعه بل ربما يكون في ابتلاعك له بإرادتك وقصدك ربما يكون مفطرا مفطرا لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إنما الفطر مما دخل يعني مما دخل إلى الفم والجوف والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وضارك على النبي محمد أخونا السائل يقول لو هناك أمر فقي مختلف عليه مثلا فأنا والعياذ بالله استهزأت بالدين وكفرت عوذ بالله يقولون أعمالي يعني ستذهب هباء منصورة وآخرون يقولون في قول أخر لو مت فقط على الكفر ستذهب أعمالك هباء منصورة فهو ربنا هيو حسبني على أي القولين يا راجل يا راجل يا راجل نسأل الله لنا ولك الهداية ونسأله تبارك وتعالى لنا ولك التوبة النصوح تستهزئ بالدين تستهزئ بحكم شرعي قطعي ثابت تستهزئ بحرف من كتاب الله تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم تستهزئ بأحد من الصحابة تستهزئ بأحد من طلبة العلم وشيوخ العلم لكونه شيخا أو طالب علم كل هذا من المحرمات وكل هذا من الكبائر وكل هذا من المكفرات والعياذ بالله عند الأحناس قولهم الشديد جدا في هذه المسألة فكل هذا يا ابن حرام ولا يجوز إطلاقا وردت القصة عن عبد الله بن عمر في قصة الآية التي في سورة التوبة أن قوما في غزوة من الغزوات وهم في رحلهم خيمة جلس بعضهم يقول لبعض ما رأينا مثل قرائنا قرائهم في هذا الوقت اللي هم الصحابة يعني الكبار فهم أوسع الناس بطونا وأطول الناس ألسنا وأجبن الناس عند اللقاء فسيدنا عبد الله بن عمر ذهب بها ليخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام جئ بهؤلاء وهم يمسكون بخضار بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالشاهد إنه جريمتهم هو هي استهزاؤهم بقراء الصحابة رضي الله عنهم لكونهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولكونهم قراء للقرآن الكريم فشف الآية نزلت لا تعتذروا هم يقولون معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب يعني عشان تخوض وتلعب وتسخب وتستهزئ ثم تفعلوا هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن مع واحد من الصحابة مع حد من أهل العلم وطلبة العلم وشيوخ العلم وده كلام يا أيها الذين أملوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فالمسلم لا يعطي هذا أبدا يا ابني هذا من الكبائر ولسه بتسأل هو ربنا حسبنا على أي من القولين هي حسبك عساب شديد جدا إذا لم تتب إلى الله عز وجل وكنا منذ قليل نقول أن شرط التوبة أن تكون من قريب تعدش غرآن في الكفر والبهدان زي فرعون كده ولما خلاص بيغرأ قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل آمنت إيه آيان آم وقد عصيت قبله فينفعش تأخير وتسويف في التوبة ويفضل عايش على البهتان وعايش على الكبيرة وعايش على الحرام وعايش على هذه المكفرات لحد إمتى يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر يعني بيموته خلاص حالة الاحتضار أو تطلع الشمس من مغربها وشرط التوبة في القرآن الكريم أن تكون من قريب قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وليست التوبة في المقابل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار فتوب إلى الله عز وجل وعجل بهذه التوبة فورا فعسى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الأخت تسأل تقول عندنا امرأة ليس لها أطفال وبنت أختها هي التي تقوم على خدمتها خلال 32 سنة فهل يصح أن تكتب لها بيتها باسم بنت أختها هل هذا حلال أم حرب أولا نسأل الله عز وجل أن يثيب هذه بنت الأخت التي خدمت خالتها حوال هذه المدة 32 سنة وهي تخدمها وتقوم على شأنها لكونها ليس لها أولاد لا بنين ولا بنات فهل يجوز أن تكافئها نعم يجوز أن تكافئها وأن تخصها بوصية لكن مش بالبيت كله الوصية من شروطها أن تكون لغير الوارث ومن شروطها أن لا تتجاوز الثلث قال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه الثلث والثلث كثير ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول أحب إلي الربع من الثلث لأن النبي استكسر الثلث وقال الثلث كثير فاللي أقل من الثلث مباشرة هو الربع فلو أنها وصت لها وهذه البنت ليست وريفة وخصتها بربع البيت فإن هذا مشروع وجائز وبعد كده نشوف من الورثة ربما يكون لها أب ربما يكون لها أم لها المتوفية يعني ربما يكون لها زوج أي يوم عندهاش أولاد لكن والد يكون لها زوج يكون لها أب يكون لها أم أو ما شابها يكون لها ورثة آخرين أو ما شابها ذلك يبقى الوصية لا تجوز إلا في حدود أقصاه الثلث وأفضله الربع والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد ابننا السائل يقول أثناء صيامي للست من شوال كنت أقلب في الهاتف ظهر لي مشهد مسير جدا لدرجة حدث عندي إنزال مباشر إنزال فورا لكن بدون أن أفعل شيئا من نفسي أو بنفسي إنما حدث الإنزال بمجرد النظر فهل بطل الصيامي وإذا بطل ما كفرت ذلك شفت بقى المشكلة في التقليب في الهاتف يا أخي الحبيب قلب في الهاتف لكن بحساب وإنت أخذ بالك ما أنت عارف القصة دي وعارف إنه الموقع اللي عليم من الله ما يستحق الموقع اللعين ده اليوتيوب أو التيك توك عارف إن هم يلقون بين يديك وأنت تقل بالتقليب العشوائي بهذه الصور وتلك المناظر شديدة الخلاعة وشديدة الفجور أنت تعلم هذا لا مش حاجة جديدة عليك فبلاش التقليب العشوائي ده في الهاتف لا حاجة ولا مصلحة ولا ضرورة وعلى العموم ما وقع لك مدام حدث الإنزال فقد بطن صومك عليك إن شاء الله إنك تسقط هذا اليوم من حساب الأيام الستة من شوال بل وعقلك أن تتوب إلى الله عز وجل وأنت استغفره وأن تندم على ما فعلت لأنه ما حدث الإنزال إلا بفعلك أيه ما فيش مباشرة ما فيش استمناء ما فيش مش عارف إيه لكن ما هو التقليب ده هو فعلك أنت قلبت بفعلك بإرادتك بقصدك ووقع المنظر المعتاد بالنسبة لك ولغيرك إن هو بيحصل كده يرملك مباشرة كده لقطة إعلان لقطة فيديو لقطة أي شيء من هذه اللقطات الساقطة الفاجرة فده ابتداء عليك التوبة والاستنفار والندم والعمل الصالح واللهج بالدعاء لله عز وجل أن يغفر لك وليه الأمر الثاني عليك قضاء اليوم الأمر الثالث عليك الارتسال مباشرة غصل الجنابة من أجل صلاتك والمحافظة عليها والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصف به أيها الأحبة الكرام وقت حلقتنا قد انتهى شكر الله لكم حسن متابعتكم وجعل الله هذا في ميزان حسناتنا أجمعين الشكر موصول لحضراتكم والشكر أيضا لفريق العمل جزاهم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أم ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب وأنتم في أحسن صحة وعافية في دينكم ودنياكم تقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون